ينضم إلينا من عمان الدكتور فاضل الزعبي خبير الأمن الغذائي بمركز جينيف للدراسات والممثل السابق لمنظمة الفاو في منطقة الشرق الأوسط أهلا بك معنا دكتور فاضل تنفس ربما سوق الغذاء العالمي السعداء بعد توقيع اتفاق إسطنبول لكن عملية أوديسا انعكست بشكل سلبي على الأجواء العامة برأيك التأثيرات المحتملة الآن على السعار وأيضا على استقرار السوق شكرا دعنا أولا نطر بأن هذا الاتفاق لا بد أن يشوه الكثير من التحديات والكثير من الألغام التي سوف تؤثر على طريقة تطبيقه وتنفيذه كما حصل في القصف الذي تمها بالأمس وأتوقع أن يكون هناك المزيد من هذه التحديات والألغام ولكن بشكل موضوعي هذا الاتفاق سوف يتم تنفيذه وسوف يرى النور لأسباب موضوعية تتعلق بأوكرانيا نفسها والمخزون الهائل الموجود عندها أن يقدروا 10 مليار دولار إضافة إلى قرب المحصول من الموسم الثاني وهذا المحصول يعني هناك مشكلة لدى أوكرانيا في قضية التخزين لا توجد لديها بنية تحتية كافية تخزين موسمين متتاليين هذا من ناحية ناحية روسيا فأيضا روسيا راح تستفيد من هذا الاتفاق لأنه راح يكون بإمكانها الوصول إلى الشاحنات أو البواخر الكبرى الضخمة التي تستطيع نقل حبوبها وسمادها إلى العالم كونها سوف تستثنى من العقوبات الاقتصادية ومكسب سياسي تعطيقه روسيا لأنها خرقت جدار العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها ولو بشكل جزء لذلك أتوقع أن يستمر هذا الاتفاق ونرى إسراء الطرفين على استمراره سؤال استمرار هذا الاتفاق استمرار هذا الاتفاق هل يعني بالضرورة إنهاء المعاناة المتعلقة بالأمن الغذائي إذا أخذنا بالاعتبار صعوبة التصدير في هذا التوقيت المخاطر المحتملة وأيضا موضوع التأمين على هذه الإمدادات وهذه وسلاسل التوريد هناك كلفة إضافية ليس كذلك فهل يعني حل المشكلة من حيث إخراج هذه الحبوب انتهاء مشكلة معاناة الأمن الغذائي دعني أجيب على الشق الأول أولا لا يعني بأي حال من الأحوال خروج هذه الكميات في الأوكرانيا إنها أزمة الغذاء في العالم أزمة الغذاء في العالم تعاني أصلا قبل أوكرانيا عانت من كورونا وعانت أيضا قبلها من التغييرات المناخية وعانت من الركول للتصادي العالمي ثالث الجوع الرهيب الذي أثر في هذا المجال لذلك إخراج هذه الحبوب سيساهم في التخفيف سيساهم على الأقل في التخفيف من الصدمة الأخيرة في سوق الغذاء العالمي وسوف يكون لها أثر في استقرار السوق لأن الكميات التي سوف تضخم الأوكرانيا ستساهم أيضا في استقرار الأسعار وكذلك هبوط وتدني الأسعار أيضا هذا بشكل أكيد كان جواب على الشق الأول أما الشق الثاني فأنا لست أخرج بهذا التفاؤل من مجرد فقط أني أريد ذلك وإنما لأن الظروف الموضوعية سوف تحل كل الألغام بما فيها التأمين التأمين في ظروف الحرب وفي ظروف النزاعات لها مبرراتها ولها أيضا سعرها ولها طريقة لحلها لذلك المجتمع الدولي كله عازم على حل ما يعترض هذا الاتفاق من الصعوبات وحتى الجانب الروسي يؤكد التزامه بالاتفاق شكرا جزيلا لك الدكتور فاضي الأزعبي خبير الأمن الغذائي بمركز جينيف للدراسات والممثل السابق لمنظمة الفاو في منطقة الشرق الأوسط